اكدت الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد النيابي لمملكة البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب إلى جمهورية مصر العربية على عمق العلاقات البحرينية المصرية حيث كان جدول الزيارة حافلاً من العديد من اللقاءات المشتركة التي تهدف لتعزيز العمل المشترك في السياقين الوطني والعربي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ومصلحة الدول العربية الزيارة الرسمية التي قام بها وفد النيابي برئاسة معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان لمسلم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة أكدت في مجملها عمق العلاقات البحرينية المصرية الأخوية والاستراتيجية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وما تشهده من تقدم وتطور وازدهار بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس المصري ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أن الذكاء الاصطناعي وفي مسارات العمل المختلفة أصبح قوة مؤثرة تتطلب معها توظيف الجهود والإمكانيات والتحرك على نحو يتسق مع التسارع في النظم والآليات والصناعات الذكية وقد أولى الاتحاد البرلماني الدولي أهمية بالغة لهذا الموضوع بإصدار ميثاق الاتحاد بشأن أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا وسيكون البرلمانيين دورا مهما في هذا الإطار خلال مشاركتهم في أعمال المنتدى التاسع للأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلال الزيارة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته القاهرة ومشاركته كضيف شرف في المؤتمر السادس للبرلمان العربي وبحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر حيث أثنى معاليه على ما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من مستويات متقدمة من العمل المشترك والتنسيق المتبادل في ظلمة ليه قيادتاء البلدين من حرص واهتمام بتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب لتحقيق ما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين وخلال الزيارة عقدت جلسات مباحثات بين الجانبين حيث أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود جلالة الملك المعظم في دعم دور جامعة الدول العربية وحرص جلالته على التنسيق والتكامل العربي عبر الزيارة الملكية للدول العربية والتحرك الإغليمي والدولي من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة ودعم القضية المحورية للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية فيما أكد معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة خصوصية وتميز العلاقات المصرية البحرينية والإشارة إلى أهمية استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المغبلة في السادس عشر من شهر مايو القادم كونها تشكل مرحلة جديدة من العمل العربي والتضامن المشترك وخلال لقاء معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق لتطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والحرص على دعم القضايا والأولويات العربية هذا وقد اتخل للزيارة المشاركة في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب الحاجة الملحة لإقرار بنية تشريعية متطورة للذكاء الاصطناعي وفي ختام الزيارة أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة بمقر مجلس الشيوخ المصري أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون البحريني المصري في كافة المسارات التنموية وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة والمشاريع والمبادرات والبرامج الثنائية بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر